تكثيف مراقبة الأسعار لحماية المواطنين من الزيادات غير المشروعة لسيدات أستاذ النوار المحترمين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لكم الكلمة السيد نائم محترم شكرا سيد رئيس السيدة الوزيرة لأخفى عليكم أن المضاربات اللامشروعة في المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك تساهم مشكل كبير في ارتفاعها والاستمرار في ارتفاعها نسائلكم على الإجراءات المتحدة للحد من هذا الموضوع السيدة الوزيرة شكرا شكرا السيد النائب المحترم اللي قلت لكم هو أولا كان تعبئت جميع الشراكاء في القطاعات الحكومية فيما يخص مراقبة الأسواق فهذه السنة تقريبا في وزارة الداخلية كانت تمت إضافات مئة مراقب باش يبقى هذا ضغط نقلو على كل من يتلعب وهذا حقيقة كان بعض الحالات اللي كنشوف تلعبات تنشوف تلعبات يمكن في الأسعار أظن أن الحلول خاصة تكون حلول هيكلية ويالي كنشتغلوا نسمحتي سيدة الوزيرة الله خليكم سيدة والسادة النواب ربما كانت تفهم الحماس للقاء الزميلات والزملاء ولكن فلاش كيفوت واحد هذكي وليتشويش على لا لا فائدة منه أرجوكم تفضل سيدة الوزيرة كما قلت كان خاص حلول هيكلية في الإنتاج وكي نبقى محتفظين على الأسعار كذلك حلول هيكلية في المقشد غو وغيرها من وسائل توزيع وكذلك في نقل بضائع غير المدون وهي نقول موضوع عدد سياسات الحكومية اللي نحن في إطار إنجاز ديلها وتنزيل ديلها على أرض الواقع شكرا لكم تاقيب سيد نائم أحسرم شكرا سيدة الوزيرة دون أن نبخص عمل الحكومة ببلل العكس نشجع ما تقموا به ربما لمكان ما كانش عدد الإجراءات يمكن كل أمر أخطر لكن سمح لي نعطيه واحد المثال ونقول بي أنه ما زال يستبدأ المجهودات وهذا المثال تقدر لي كتك اللي بعيون غاربة كلهم شعلات فيه العافية 111 اللي يوم وصلها 5 درام اللي يجعلني نعطيه هذا المثال للسيدة الوزيرة وأنا اليوم ويمكن لك تديري التبرين دخلت لواحد الموقع الإلكتروني دي لواحد السلسلة دي للأسواق اللي كان في فرنسا واللي ممتلا في المغرب فوجدت أنه ماتيشا في هذا السوق وكاتب عليه طومات أم بورتي دو ماروك بقى أنه و تخونت نف مني كان ترجموا للدرهم بتعطيني 15 درهم إذن هذا سؤال تدهر لي رأى أساسي نجاوبه عليه وللقاوا الأسباب شنوية ما عنده معنى أنه مطيشا لكي سدر على المغرب تكون في فرنسا بـ 15 درهم أو في المغرب بـ 15 درهم شي حاجة ملك باش شي حاجة مش يادك خاص إعادة النظر في سلسلة التوزيع والمراقبة سلسلة التوزيع والاحتكار والمضاربة الغير مشروعة ماشي الحبلات الموسمية شكرا سيد نائب محترم انتهى الوقت نمر إلى تعقيبات الإضافية سيد الوزيرة تعقيبات الإضافية في الموضوع لا يبدو إذن سأرجع لك سيد الوزيرة تفضلي سيد نائب المحترم ممكن هذا الموقع الوضعية التي تكلمتها لها تكون كيناة هذه المرة ولكني بغيت نقول وهذا معروف بأن هذه الصادرات ديال التماطم عمرها ما تكون بالأسعار التي تكون في السوق الداخلية وهي التي تمكن باش نوفروا للمواطني المغاربة أسعار مناسبة نقلوه في السوق الداخلية في المواد الغذائية ما غير ندخلوش هنا نقلوه سياسة تجارية خارج بلدنا ولكن نأكد لكم بأن الأسعار مختلفة كل الاختلاف بين المملكة المارسونية والثمان التي يتم تصدر ديالو في الخارج شكرا لكم شكرا لكم